في عدد هذا اليوم من برنامج زي في الصباح أسعد فيه باستضافة مدير العام للدوان الوطني للحج والعمرة سيد أحمد سليماني سبار خيسي سيد الكريم شكرا لكم صباح المرحب شكرا لك في أول إطلالة إعلامية لك سيد أحمد سليماني نتمنى أن تكون موفقة سيد أحمد سليماني للمواطنون استقبلوا خبر استئناف موسم العمر وزيارة البقاء المقدسة بكثير من الغبطة بعد توقف دامل لسنتين بسبب الجائحة الصحية ما هو تعليقكم بداية على هذا القرار الذي انتظره الكثيرون وما هي الإجراءات المتخذة لتوفير المناخ الأنسب للمعتمرة للجزائريين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأشرف المرسلين سيدنا محمدين وعلى أهله وصحبه وسلم أجمعين صباحا لخير أختي الكريمة وصباحا لخير مستمعي لقناة الأولى أولا بعد الشكر والتقدير لكم وأختي على هذا الفرصة التي وتيحت لنا في هذا البرنامج والشكر كذلك من وصولي لكل الزملاء من وراء هذا البرنامج وإلى المسؤولين على القناة الإذاعية الوطنية كما تفضلت أختي الكريمة أنه بهذا الغبطة وهذا الصرور وهذا اللي ينتاب الجزائريين وينتاب نحن كذلك وشركاءنا في الميدان بعد هذا القرار الفتح المبارك لاستئناف نشاط العمرة في الجزائر فقد استقبلنا كديوان الوطني الحج العمرة هذا القرار وإحنا كنا على السبق في هذا الموضوع أنه كنا من يوم تعييننا على رأس هذه المؤسسة نعمل ونتابع كل المسجدات اللي كانت في الملكة العربية السعودية والمسجدات اللي كانت من وراء هذا الوباء الذي عطى لهذه العملية تقريب سنتين فبعد سنتين صعبتين إثر تفشي وباء كورونا وتدعيات الكثيرة التي كان لها انعكاس واضح على حياة الناس بما فيها توقف رحلات العمرة وبعد أن نجحت الجزائر في التحكم في هذه الوضعية بفضل القرارات الحكيمة وتدابيع المتخذة من قبل السلطات العمومية بطبيعة الحال المواطنون اشتاقوا لأداة هذه الشعر ولطالما عبروا عن ذلك في مختلف المناسبات وعبر مختلف وسائل الاتصال ووسائطه وبعد تحسن الوضعية الوبائية في الجزائر وفي البقاء المقدسة وكذا رفع القيود التي فرضتها الجائحة في الحرامين الشريفين جاءت بشرة السلطات العمومية المواطنين باستئناف رحلات العمرة من خلال قرار سيد رئيس الجمهورية بفتحة تسجيلات لهذه العملية وقد عكفنا من ذلك اليوم ومن قبل هذا التاريخ وكما سبق القول أنه كنا نرفع تقارير دائما نخرلها ننير المسؤولين على مختلف المستجدات ومختلف العمليات التي كانت تدور في هذا النشاط خاصة متابعة الأمور في المملكة العربية بعد قرار فتح النشاط العمرة واستئنافه في المملكة في الواحد محرم من سنة 1443 وبداية التوافد المحتشم لبعض الدول وبعض المعتمرين من الخارج وبدأنا نتبعه ونراقب العملية ونحذر الأجواء الداخلين لاستعداد دائما لهذا القرار والحمد لله جاء هذا القرار مبشرا للجزائريين ومبشرا لكل الفاعلين في هذا النشاط نعم سيد أحمد سيماني أطلقت منصة رقمية لتنظيم نشاط العمرة لهذا الموسم كم بلغ عدد الوكالات المسجلة مع قرب انتهاء الأجال غدا الخميس وما هي معايير الانتقاء لهذه الوكالات شكرا فعلا ديوان وطني الحج والعمرة دائما يواصل يواصل مسيرته الرقمية في تنظيم نشاطي الحج والعمرة وقد سبق قبل نشاط العمرة نشاط الحج منذ أكثر من أربع سنوات انشأنا البوابة الجزائرية للحج وكذلك في إطار متابعة المسجدات التي تظهر في المملكة العربية السعودية ورقمنة العمليات التي وصلت إليها في هذا المجال كذلك الديوان أطلق بوابة رقمية لتنظيم شعائرة العمرة لموسم 2022 حيث تشهد شعارة العمرة تحولت عميقة من الناحية التنظيمية إطرى الشروع المملكة العربية السعودية في تدسيد رؤيتها 2030 كما يطلق عليها في مجال العمرة فكان لابد من مسيرتها التطور وموكبته والتكيف معه وهذا من خلال تبسيط وتخفيف الإجراءات خصوصا على وكالات سياح والأصفر التي باتت تقوم بكافة الإجراءات التنظيمية من خلال وظائف البوابة ابتداء من تسجيل والترشح وتحميل الملفات ومعالجتها ثم الترخيص وكذا مختلف في البيانات المتعلقة بالبرامج العمرة التي تترحها في هذا الفضاء وتمكن كذلك المعتمر من الإطلاع عبر هذه البوابة لجميع العروض والبرامج المخترحة وأسعارها من هنا الحمد لله أصبحت الإجراءات التنظيمية تنجز في أوقات قياسية ففي أقل من 48 ساعة من الإعلان عن إطلاق إجراءات ترشح الوكالات تم تسجيل أكثر من 410 وكالة في البوابة وتم إلى غاية الأمس ترخيص أكثر من 130 وكالة سياحية لمزاولة مزاولة نشاط العمرة لهذا الموسم والعملية متواصلة لغاية مساء الغد إن شاء الله نعم هدية كل المعطيات ستكون هناك بكل تأكيد معطيات جديدة غدا إن شاء الله سنحيين البيانات والأرقام التي نصل إليها إن شاء الله بعد غلق هذه العملية وضعتم أيضا سيد أحمد سلمان الدفتر للشروط يخضع الوكالات السياحية لجملة من الامتزامات ما هي أبرز هذه الواجبات أو الالتزامات على الوكالات السياحية وكيف ستعملون على ضمان احترام شروط الواردة في دفتر شروط؟ فعلا كما تفضلت يختي الكريمة أولا دول وضع الحجر العمرة يحرص دائما على ضمان تحسين تكفل وتقديم الخدمات للمعتمرين وهذا لا يتأتى إلا عبر ضفات الشروط تضبط هذه العملية وتضبط حقوق وواجبات الوكالات والمعتمرين عبر العقود المبرمة بين الطرفين في هذا المجال فالحرص على إعداد دفتر شروط يتضمن اشتراطات صارمة تضمن حماية حقوق المعتمر وضمان حسن تكفل به من أجل التفرغ لعداء المناسك في أحسن الظروف وذلك من خلال اشتراط الخبرة في المجال السياحي فهي معيار ضروري جدا لضمان هذه الخدمة وضمان تأطير المؤهل خصوصا في مجال إرشاد الديني كذلك محور مهم جدا في هذا المجال بما يكفل أن يؤدي المعتمرين المناسك وفق المرجعية الدينية الوطنية وضمان لسلامتهم وفقا كذلك لبروتوكول الصحي الواجب اتباعه في أرض الوطن وكذلك في البقاء المقدسة ومن أجل الضمان احترام دفتر الشروط تم وضع النظام متابع ديوان حرص على أنه يتابع تطبيق بونود دفتر الشروط وما تم الاتفاق عليه وما توقيع عليه من طرف الوكالات السياحية الراغبة في هذا النشاط والتي سحبت دفتر الشروط من خلال ضمان توجد فرق متابعة في مطارات الإقلاع بصفة دائمة فإحنا شكلنا فرق على مستوى مطارات الإقلاع التي يتم انطلاق الرحلات الجزائرين منها إلى البقاء المقدسة فتكون فرق دائم على مستوى المطار 24 ساعة لمتابعة هذا الضمان تنفيذ بونود دفتر الشروط ضمان تواجد فرق المتابعة في مطارات الإقلاع بصفة دائمة وكذا تكثيف التوعية والتحسيس للمعتمرين نعم بالنسبة لي سنعود لتحديث عن جملة الإجراءات متعلقة بالنقل ومطارات الإقلاع سيد أحمد سليماني بالنسبة لتأشيرة تأشيرة العمر هل هناك إجراءات تسهيلية للحصول على التأشيرة خاصة أن المملكة العربية السعودية تعتمد مسار إلكتروني للحصول على التأشيرة هذه المرة فعلا المملكة العربية السعودية دخلت في رقمنة العملية تقريبا إلى مستوى 100% في جانب تنظيم عملية الحج والعمراء وهذا في إطار الرؤية التي شرعت في تنفيذها فبنسبة للتأشيرة سلوطات سعودية قطعت شرطن في رقمنة العملية وتسهيل الإجراءات التي باتت تتم في أوقات قياسية عبر الأرضيات الرقمية وهي المنصات التي اعتمدت للتنظيم هذا النشاط سواء للتأشيرة والاقتناء مختلف خدمات العمر عبر المنصات الإلكترونية المختصة فطبعا العملية الرقمنة هي في جميع الحال بغض النظر على الخدمة والتسهيل التي تقدمها فهي كذلك من باب تبسيط الإجراءات للمتعاملين للوكلات السياحية من أجل اقتناء الخدمات والحصول على التأشيرة فهذا أصبح فضاء رقمي 100% وهذا من شأنه أن يسهل المهم على الشركات لونا الوكلات السياحية في اقتناء الخدمات المتوفرة في هذه المنصات عبر مختلف المنصات التي رأي موجودة المعتمدة لدى وزارة الحج السعودية وكذلك بالنسبة لنا احنا كذلك طرح هذه البرامج التي تم اقتنائها من طرف الوكلات عبر هذه المنصات في فضاء البوابة الجزائرية للعمرة لتمكن كذلك تسويق هذا البرامج ومتابعتها من طرف المختلف المعتمرين الراغبين في أداء هذا النسك في اختيار هذا البرامج أو غيره من خلال البرامج التي تطرح في هذا الفضاء فضاء رقمي ندعمه ونبقى نسعى إلى بلوغ أقصى حد في تطوير تنظيم هذا النشاط إن شاء الله تكون بذرة هذه السنة فتح البوابة الجزائرية للعمرة هي البداية نتاء رقمنات هذه العملية إن شاء الله وننتهي إن شاء الله فيها بنتها هذا الموسم ونكون إن شاء الله وصلنا إلى أقصى حد يعني من التحكم في هذه العمليات من جانب الرقمي إن شاء الله وهذا في إطار تبسيط الإجراءات بالنسبة للدفع الإلكتروني بالنسبة للتحويل الأموال بالنسبة للتحويل الأموال هذه الألية ظهرت السنة هذه في دفتر الشروط وكانت الحقيقة محور مقاش لأنه في آخر حج موسم حج كانت من محلات الخلاف التي اعترضت الديوان في هذا الوقت في موسم الحج لا موسم الحج العملية يعني تتم بطريقة عادية جدا لأن الدولة هي تتكفل بهذه العملية انطلاقا من القطاعات المعنية بالعملية كلهم شركة في تحت غطاء يعني الحكومة في المجلس الويزاني مشترك يتقرر كل هذه الأمور لكن بالنسبة للعمراء الألية هذه كانت يعني محل طالب يعني منذ مدة من أجل إيجاد ألية لهذه الوضعية هذه والحمد لله بالتنسيق مع جميع المختصين في هذا المجال ضبطت هذه الألية السنة هذه وقد طرحت في دفتر الشروط والاقت استحسان كثير من الشركة في هذا المجال نعم الوضعية الصحية لا تزال تلقي بدلالها سيد أحمد سيماني على إجراءات السفر في عديد من الدول ما هي الشروط الصحية المعتمدة لزيارة بيت الله الحرام وهذا هو بيت القصيد لأننا نبغي المعتمر الجزائري نأمنه في سفر ونأمنه في هذا المنصد كذلك نأمنه في سلامته الصحية انطلاقا من أرض الوطن إلى غاية عودته إن شاء الله سالم آمن غانم إن شاء الله فقد تم اعتماد بروتوكول صحي يشترط أن يكون المعتمر ملقحا وأن يقوم بجميع إجراءات التعقيم والنظافة وأخذ الحيطة والحذر وهذا طبعا تنسيق مع مصالح وزارة السحر والسكان حيث قامت سلطات سعودية برفع مؤخرا كما تابعنا كافة القيود الخاصة بالجائحة من هنا فالعمر متح بحول الله لكل الأعمار كما يمكن أداء المناسك والزيارة أكثر من مرة عبر الإجراءات السعودية وعبر التطبيق الذي هو مخص لهذا المجال لكن نبقى دائما نحرص على تأمين الجانب الصحي للمواطن الجزائري واحترام البروتوكول الصحي الذي تم إعداده لهذه الفتحة المبارك إن شاء الله نتمنى أن نهيب بجميع الوكلة السيحة والمعتمرين احترام هذا البروتوكول هذا سلامة لأمنهم وكذلك للمنظومة الصحية التي جهت الجزائر في هذه السنة والسنتين الأخرى من الوباء وقد كسبت نجاحات كبيرة في مرور هذه الجائحة بسلام على الوطن وعلى المواطنين والحمد لله سيد أحمد سيماني بالنسبة للوكلات التي سحبت دفاتر الشرط بإمكانها من الآن تقديم عروضها للزبائن؟ هو الإجراءات المتبعة بعد طرحة الملفات تحافي البوابة وبعد دراسة الملفات من طرف لجنة مختصة أنشئة لهذا الغرض تم بعد موافقة اللجنة على الملفات المطابقة لدفتر الشرط بإعداد ترخيص وسلمت إلى غاية الأمس 130 ترخيص للوكلات يعتبر هذا هو الانطلاق للوكلات لبداية تحذير عملية النشاط العمراء من خلال أولاً التواصل لتصديق العقود تحها مع الجهات المقتصد ديوان والقنصلية السعودية والمتعاملين تحهم في المملكة ثم بعد إن شاء الله ما يظهر البرنامج الرحلات إن شاء الله تبدأ استقطاب الوكلات للمعتمرين الراغبين في المشاركة في هذه العمرة إن شاء الله المباركة التي تزمنت مع شهر رمضان مبارك الذي نتمنى إن شاء الله أن يعيده علينا وعليكم على الجميع الجزائري إن شاء الله بالأمن والخير والبركات إن شاء الله بالنسبة لقضية الأسعار سيد أحمد سليماني هل هناك تسقيف لتكاليف العمرة أم أن الحرية متركة للوكلة السياحية خاصة وأنه كان فيه الوكلة السياحية قدمت عروض رأاها المواطن أنه باهداً وعنما أختي الكريمة بالنسبة للأسعار أولاً العروض التي سبقت رحيها في قبل الإعلان على هذا الفتح هذه نعتبر هنا أمور لا حدث بالنسبة لأن العملية تنطلق من يوم الاستلام من الترخيص للوكلة التي من حقها تعلن على برنامجها بعد اتباع كافة الإجراءات المنصوصة عليها في دفتر الشروط تبقى قضية الأسعار العمرة أختي الكريمة لا يمكن تسقيف سعر العمرة لأن العمرة تخضع لرغبات الزبون وطالباته وهذا تحددها عادة معايير وعادة أسس تنبني عليها القيمة التي تخضع لها التكلفات العمرة انطلاقاً من أولاً خدمات ثابتة التي تكلفتها بالنسبة لمنظومة السعودية هي تكلف التأشيرة والخدمات الأرضية التي هي خدمة الاستقبال في المطارات غير ذلك كلها خدمات تخضع لتفاوض بين الزبون والوكلة وأهم الأسس التي تحكم هذه التكلفة هي طبعاً تصنيف الفنادق حسب درجة الفنادق موقعها من الحرم بعدها وقربها من الحرم الخدمات الإضافية التي يطلبها الزبون كذلك نوعية الغرف اللي يطلبها الزبون الفترة اللي يأتي فيها المعتمر رحنا نتكلم على فتحه وتزامن مع شهر رمضان مبارك طبعاً رح تكون ربما فترة أولى وفترة ثانية لتزامن مع العشر أواخر هذه كلها معايير تؤثر في التكلفة النهائية للعملية العمراء ضف إلى ذلك تذكرة خطوط النقل هذا كله في الأخير يخرج ببرنامج كامل للوكلة تطرحه للراغبين في الاعتمار مع أي وكان من الوكلات وتتحدد التكلفة بين العقد بين الزبون بين المعتمر والوكلة ودور الديواني تدخل بعد ذلك في مراقبة ومتابعة تنفيذ هذا العقد ومدى احترام كل طرف لاشتراطات الطرف الآخر والالتزام ببنوده وهذا ما نسعى إليه إن شاء الله من خلال المتابعة اللي رهي موجودة في أرض الوطن وإن شاء الله كذلك تصل إلى البقاء المقدسة لمتابعة مدى تكفل بمعتمرين إن شاء الله وهذا كله من أجل كذلك مرافقة ومتابعة هذا النشاط مع شركات الوكلة السياحية نعم باعتقدكم سيتم تنظيم لأنه شهر رمضان يقبل كثير المسلمون على أداء العمرة في هذا الشهر الكريم تعتقدون أنه ستكون أول رحلة خلال شهر رمضان بالنسبة للموسم العمرة إن شاء الله ونحن هذا الفتح ما كان إلا اللي يكون في هذا الشهر المبارك إن شاء الله لأن الوكلات رأت أنه القرارات ربما كانت متأخرة والإجراءات لا تسمح لها بتدبير نفسها خلال هذا الشهر الفضيل الحقيقة لما نتكلم أختي الكريمة على هذا الفتح المبارك ولا يجب أن نحصره في هذا الشهر المبارك فهو فتح إن شاء الله يبقى دائم إن شاء الله لكل الراغبين في هذا النشاط فإذا كان الفترة اللي بقت لهذا الموسم موسم 1443 هو شهر رمضان المبارك وكذلك بقرارة سلوطة سعودية مددت نشاط العمراء إلى غاية نصف من شوال كذلك لكن نحن نأمل أنه ونهي بجميع الوكلة السياحية أنه التحدي اللي نرفعه في هذه المرحلة هو إنجاح هذا عملية الفتح بغض النظر النسبة ولا العدد اللي يكون فيه إنما أملنا إن شاء الله في الموسم اللي نتطلع فيها مستقبل وعلى أبواب موسم 44 بعد شهرين مباشرة تنطلق موسم العمراء الجديد إن شاء الله ويكون المجال الواسع والوقت كافي لتحقيق رغبات كل المعتمرين فالفترة المتبقية فعلا هي فترة وجيزة لكن نأمل فيها أنه الشيء اللي نمنى أنفسنا ونهني أنفسنا به هو عودة الجزائرين إلى البقعة المقدسة فهذا هو المبدأ وهذا هو القرار المبارك الذي جاء في هذه الأيام المباركة إن شاء الله وإحنا على أيام من شهر رمضان المبارك نتمنى إن شاء الله أن شوق الجزائريين يتحقق في هذا الشهر وفي الأشهر الشيء الجاية إن شاء الله نعم أعلنت في بيان لكم سيد أحمد سلماني أيضا عن إمكانية تعاقد شركات العمراء السعودية مع الوكالات سياحية الجزائرية لتنظيم نشاط العمراء ما هو فحوى هذا القرار هل يعني أن وكالات سياحة السعودية يمكن لها أن تأخذ حصص لنقل المعتمري للجزائريين إلى الحارة المكلة هو في النظام العمراء فيه شقان شق الطرف الجزائري الوكالة الجزائرية وفيه الشق الخارجي اللي هو الوكيل السعودي هذه الشركات العمراء السعودية اللي تقدم الخدمات فالوكالة الجزائرية في تواصلها في الخدمات التي تتواصل معها لابد أن لها وكيل خارجي السعودي تتعامل معه في هذا الجانب البوابة الجزائرية العمرة فتحت المجال للوكالات السياحية وكذلك للشركات السعودية والوكالات السعودية الراغبة في تقديم الخدمات للمعتامرين والوكالات الجزائرية الانضمام والدخول في هذه البوابة فهذا القرار بفتح الباب للوكالات السعودية للدخول في البوابة وطرح برامجهم وخدمتهم على الوكالات والمعتامر الجزائرين هو هذا الهدف منه أولا بالنسبة لنا حماية الوكالات والمعطام الجزائري من بعض ربما المتعاملين اللي لم يسبق لهم يعني الوافاء بالتنزاماتهم والله يعني تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الوكالة فهذه البوابات سبحنا نبي مراقبة والسمح للوكالة والمتعاملين السعوديين الذين يشرفون تعاقدتهم مع الوكالة السياحة الجزائرية وكذلك تحت فرصة للوكالة السياحية باختيار المتعاملين لقدمهم أفضل خدمات وبأفضل أسعار في هذا النشاط فهي بوابة تجمع الطرفين المتعاملين السعوديين الراغبين في تقديم الخدمات والشركات الجزائرية الوكالة السياحية والمعتمر الجزائري في هذا الفضاء يختار من الوكالات التي تقدم له أحسن البرامج التي يبحث عنها وبالأسعار التي يرغب فيها العروض تجارية تسمح لنا كذلك بمتابعة ورقبة هذا النشاط في هذا الفضاء الرقبين نعم سيد المودي العام كانت لكم مؤخرا زيارة إلى المملكة العربية السعودية أين شاركتم في معرض خدمة الحج والعمرة المعنون بالتحول نحو الابتكار السرطات السعودية لحد الآن لم تعلن عن موسم الحج لحد الآن هل سيكون أم لا أم يمكن تأجيل هذا الموسم ولكن الهدف ليس هو موسم الحج هل هناك لديكم استراتيجية جديدة لترقية خدمات الدوان الوطني للحج والعمرة وفق ما يتناسب مع هذه الرؤية طموحة التي متواجدة في المملكة العربية السعودية من حيث الخدمات من حيث التكنولوجيا من حيث تنظيم الحجاج أيضا احتماد خدمات تكنولوجية جديدة تسهل مهمة الحجاج الجزائريين شكرا أولا تحت لي الفرصة أولا أنا شاركت ممثلين الجزائر في هذا المؤتمر يعني اللي جمع كثير من الدول والبعاثات الإسلامية وتحت عنوان التوجه نحو الابتكار وهذا فيطار دايما الرؤية اللي تسعى إلى تنفيذها المملكة العربية السعودية في تطوير كل القطاعات منها قطاع الحج والعمرة باختصار أختي الكريمة ديوان وطني الحج العمرة دائما على استعداد لتطوير والتكيف وتحسين كل ما من شأنه أن يرقي وينمي الخدمات ويحسن الظروف للحاج والمعتمر الجزائري وهذا هدفنا وهذا هو الخطة التي نعمل عليها وكل البنامج التي نسعى إليها من خلال دفطر الشروط التي تثبت هذه العملية من خلال الحملات التحسيسية التي نهدف إلى الوصول إلى أبسط نقطة في هذا المجال كلها نعمل من أجلها لكن بالنسبة لموضوع الحج الذي تفضلت من خلاله في سؤالك نتحدث عن موضوع الحج نتحدث عن الخدمات تطوير الخدمات لأنه الآن هناك توجه بالنسبة لحكومة الجزائرية لترقية المؤسسات الناشئة هناك تطبيقات جديدة يجب أن تستغل في تنظيم مواسم العمرة والحج أين نحن من هذا؟ هل هناك رؤية جديدة والسراتيجية جديدة لأنه كان أعتمد السوار الإلكتروني من قبل هل هناك خدمة جديدة سيتم إطلاقها؟ نعم خدمة حتى في نشاط العمرة اللي احنا على إن شاء الله على بواب فتحه اعتمدنا في هذه البوابة على بطاقة معتمر هي اللي تعطي يعني كل البيانات الخاصة بالمعتام الجزائرين وفيها يعني انكود كياري يعني في هذه البطاقة مجرد يعني التمريره على الجهاز تعتك كل البيانات وهذا داخل دائما في تطبيقها تطوير هذه التطبيقات الخاصة بتنظيم النشاط للحج والعمرة فضاء البوابة الجزائرية للحج والبوابة الجزائرية للعمرة هو الفضاء الرقمي الذي نعمل من خلاله على التنفيذ كل العملية المتعلقة بالحج والعمرة وهذا متاح بالنسبة لعملية الحج الحمد لله أن كل الشركاء داخلين في هذه البوابة المعني بالعملية انطلاقا من القائمة القطاعات القائمة في هذا المجال الوزارة الداخلية في جانب القرعة وإدخال بيانات الحجاج في هذه البوابة الجانب الصحي ومراقبة الحالة الصحية للحجاج وكذلك بيانات هذه البونك وحالة الدفع الديوان وكل ما يتعلق بربط هذه العملية وربطها في حزم خدمات للحصول على التأشيرة هذه كل عمليات سيتم في إطار البوابة وفي إطار العمل الجاري في تطوير الجانب الرقمي للعملية كذلك بالنسبة للعمرة بعد طرح هذه البوابة الجزائرية العمرة كذلك وفضة ليجمع الوكال السعودين والوكالات الجزائرية لتقديم مختلف هذه العمليات التي رهي منصوص عليها في دفتر الشروط انطلاقا من إداع ملف الوكال الراغبة في الترشح إلى الحصول على الترخيص إلى التعامل مع الوكيل واقتنال خدمات عبر المنصة الإلكترونية المطروحة في الفضاء السعودي في هذا المجال إلى عرض هذا البرامج عبر مختلف الوسائل والوسائط وعبر كذلك البوابة هذه كل هذا فضاء رقمي نسعى من خلاله إلى تطوير والمزيد من تحسين يعني التكفل بتبسيل وتسهيل إجراءات للمحاج والمعتمر وكذلك متابعة ومراقبة هذا النشط عبر الوسائل الرقمية هذه وعبر الآليات التي أضبطها الدموطن الحجر العمرة انطلاقا من هذا الموسم إن شاء الله عبر تواجدنا في مطارات الإقلاع لمراقبة كل الانتزامات التي التزمت بها الوكالات عبر دفتر الشروط عبر الاتفاقات التي نبرمها مع شركات الطيران كذلك لتقريب حماية هذا الفضاء عبر الشركات لتسمح للوكالات المرخصة لدى الديوان الوطن الجمراء بالتعامل مع هذه الشركات تكون نكتسهيلات للوكالات نعم تكون نكتسهيلات بقدر ما هو كذلك ليبعاد كل الدخالة على هذا النشط وحماية هذا الفضاء فقط من المتعاملين الذين أبدوا رغبتهم وتحصلوا على الترخيص من الديوان الوطني للحجر العمرة في هذا المجال نعم شكرا جزيلا لك المدير العام ديوان الوطني للحجر العمرة سيد أحمد سلماني على كل هذه الإثراءات والإضافات تمنى لك رمضان كريم كل عام وأنتم بخير أيضا وأنت كذلك بخير كريمة ومن خلالك إلى كل طاقم الإدعاء الوطنية وإلى مستمعي القناة الوطنية أنا بدوري وهني وكم وهني الشعب الجزري بهذه المناسبة بقدوم وحلول شهر رمضان مبارك نأمل إن شاء الله أن يعود علينا بالخير والبركات إن شاء الله ومزيد من النجاح والتفوق والتقدم إن شاء الله والرخاء والارتقاء إلى الأمام إن شاء الله وبارك الله فيكم وشكرا شكرا لك نوجه التحية أيضا للإعلامي مكلف بالإعلام على مستوى الدوان الحاضر معنا سيد أحمد حيداوي رمضان الكريم مستمعينا كل عام وأنتم بخير إلى اللقاء